أخبار وزارة التعليم العالي وإحنا مقبلين على فترة مهمة فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول وكنا بنتابع مع حضراتكم أخبار الصف الرابع الابتدائي مبارح وامتحاناته النهاردة هنتابع امتحانات الجامعات لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النهاردة أكدت على منع دخول أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا من الامتحانات وده اللي أعلنت عنه النهاردة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدادا لفترة الامتحانات طيب فرضا لأي ظرف أحد ما اتطعامش يجيب ما يثبت أن هو المفروض ما يتطعامش في الوقت الحالي وهيكون مطلوب منه أنه يحلل كل ثلاثة أيام علشان يتأكد من سلامته أو عدم نقله لأي عدوى أو أي فيروس يعني لقدر الله وبالتالي مش هيسمح بدخول أي طالب للجامعات المصرية لأداء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول إلا الحاصلين على اللقاح واللي ما اتطعامش أو اللي ما حصلش على اللقاح وعنده عذر مثلا سبب مرضي أو سبب أيا كان يعني يقدم ما يفيد ده أو يثبت ده وفي المقابل هيكون مطلوب منه كل ثلاثة أيام يعمل تحليل علشان خاطر يقدم ما يثبت عدم نقله لأي عدوى لقدر الله من ناحية تانية كمان الوزارة أكدت على انتظام العملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها وفي جدولها اللي نزل حسب كل كلية طبعا لأنه كان في بعض كمان الأقويل والإشاعات عن عدم يعني انتظام عملية الامتحانات وكلام كتير على فكرة الغاء الامتحانات أو تأجلها أو إلكترونية أو بسبب أوميكرون أو كده لكن الوزارة أكدت النهاردة أنه الامتحانات في موعدها وزي ما هي بالحضور بكافة الجامعات والمعاد اشتركوا في القناة